نتمنى الاستمرارية بس نتمنى اللي انت قلت للوقت ده المنافسة الكرة كنا نتكلم قبل ما نخش على الهوى الكرة في مصر خلينا منطقيين وواضحين اهلي وزمالك لو حد وقع اي طرف يقع من الاتنين المنافسة بتقله ويبقى طعمها مش حال يبقى تحس ان حتى البطولات سواء للاهلي او الزمالك طعمها مش موسيقى يعني ده اللي احنا يتمنى اه ليه بقى السنة دي مكنش في المنافسة دي طبعا النادي الزمالك مر بمشاكل كتير على مستوى الموسم كامل من وقف قيد لتغيير جهاز لمشاكل مالية يعني الناس كلها عارفة تحوى ده النادي الزمالك اللي حصل السنة دي كنت اتمنى طبعا يبقى موسم افضل للموسمين اللي فاتوا الزمالك بطل الدوري قدر انه هو يحق الدوري في موسمين وكان برضو صعبين جدا وكان النادي الاهلي برضو كان في نفس الوقت في اعتبر مش في احسن حالاته كمان لما بيقع حد منهم زي ما قلت بيبني الفجوة كبيرة قوي فنتمنى نشوف الاهلي والزمالك دايما هم اللي طبعا بيفرخوا الكرة المصرية والمنتخب اعلى لعيبة واعلى مستويات وهما اللعيبة اللي بتقدر تلعب تحت ضغط كبير لان عندنا جماهير هنا وهنا على اعلى مستوى طبعا وجمهير كتير جدا اي حد يلعب بيلا باستشارة النادي الاهلي والزمالك مسؤولية كبيرة وحملة كبيرة فمش اي حد بيقدر ان هو يستمر بمستوى كويس وبياخد وقت عشان يدخل في جو النادي ومع الجمهور وتفاعل مع الميديا والحاجات دي كلها صعبة جدا اعليه لعيب صح هاسألك سألتك السؤال ده يوم تعينك في الجهاز الفني اللي في الراف نادي الزمالك وهاسألولك تاني دلوقتي اللي يخلي الزمالك اللي كماشي بشكل رائع جدا الموسم الماضي ما يكملش على نفس المستوى ورغم ان الموسم ده كان عنده فرصة انه يعمل تدامات عكس الموسم الماضي اللي ما خلاش الزمالك يمشي على نفس النصق ويكمل في الأداء الكويس والبطولات والإنجازات والله هو حصل زي ما قلتلك تغييرات في بداية الموسم يعني وفي نفس الوقت فيه لعيبة نادي الزمالك فيه لعيبة كتير راحت من مشيت منه زي عشر بنشارق يعني بنشارق فريق كامل مشي من نادي الزمالك دي نمرة واحد اللعيبة الكواليتي اللي عندك اختلف تماما وبعدين النادي الزمالك جاء بدأ يبني فريق جديد جاب يمكن سبع أو تمام لعيبة سكوات جديد جاء النادي الزمالك لسه عشان تجمع اللعيبة دي وتعمل بيها انهم يتقلموا مع بعض ومحتاج وقت كبير جدا وفي ناس ظهرت بمستوى كويس وفي ناس ما ظهرتش بمستوى كويس كان فيه ضغط عليهم من الجمهور كمان ده عمل كان عمل نفسي كبير كمان الناس ما توصلش من البداية مستوى كويس نادي الزمالك فكل العامل دي زي ما قلتلك برضو بس نتكلم من ناحية ان انت تبني فريق من جديد وده اللي حاصل مع نادي الاهلي من سنتين نادي الاهلي برضو كان في مرحلة تجديد ويعني كان عمل سكوات دو احتاج وقت نادي الزمالك نفسي القصة دلوقتي لعنا منه انه هو ماشى عدد كبير اول من اللعيبة اللي كانت موجودة طريق حامل ماشي بن شرق ماشي امام عشور ماشي مش عارف مين ماشي كتير عدد كبير وناس كانت نجوم ومميزين في الفرقة دلوقتي اللعيبة كانوا موجودين معنا في نادي الزمالك لعيبة ما عندهاش خبرات كبيرة معظم اللعيبة اللي موجودة أعمارهم صغيرة ونفس الوقت الجيه مجموعة جديدة من بره جيه يعني من كذا نادي عشان تجمعهم مع بعض نفس الوقت مستر فرير رفعت اللي كان موجود فيها مشي الجهاز دخل الجهاز تاني رجع الجهاز تاني فحصل برضو قرارات كتير أثرت بشكل أو بآخر على الفريق فكل عامل دي قدت ان احنا شوفنا الزمالك بالمستوى ده السانيلي